التي أمامنا محاولات لإطفاء هذه النيران التي اشتعلت في قارب للصيد ولا ندري تفاصيل أكثر نعم كما نرى أن ربما هم أصحاب هذه السفينة التي تعرضت للاحتراق وبمساعدة صيادين آخرين يبدو أنهم يعملون على تحريك المركب في محاولة لإطفائها أو إبعاد مراكب أخرى عنها خوفا من امتداد النيران إليها واشتعال عدد أكبر من المراكب نرى صيادين أنهم فعليا قاموا بإبعاد مراكبهم عن المركبة المشتعلة نرى تحرك لمراكب ونرى محاولة لتحريك المركب المحروق نرى عدد من الصيادين يبدو أنهم أصحاب السفينة نعم يحاولون تحريكها في الماء ربما في محاولة لإطفائها في محاولة لمنع امتداد النيران إلى السفن المجاورة جميع هؤلاء الصيادين هم غالبا يسكنون بالقرب من ميناء غزة ومن بحر غزة طيب لذلك رأينا وصولهم بسرعة إلى هذه المنطقة نعم محمد طيب وماذا عن حالات البحث عن المصابين التي كنا نراقبها قبل أن ننتقل بصوراتنا إلى هذه النيران في هذا القارب إلى أين انتهت هذه المحاولات نعم نعم يبدو أن حالات البحث عن مصابين قد انتهت في تلك المنطقة وسط مدينة غزة التي تعرضت للقصف منزل عائلة أبو شعبان وسط قطاع غزة تعرض للقصف من الطائرات الحربية وهدم المنزل بشكل كامل لكن يبدو أنه كان فارغا لكن هناك أيضا هدم لمنزل بجانبه سقط دون أن يتعرض للقصف بشكل مباشر لكن من شدة الصوريخ التي استخدمت في قصف المنزل أيضا دمر المنزل المجاور له لكن استطاع أصحابه الخروج من المنزل دون أي إصابات وبالتالي ربما فقط إصابة واحدة تم نقلها من تلك المنطقة بعد تدمير بيتين الآن كذلك نفين مراسلنا ضياء حشية يفيدنا باستمرار الاشتباكات داخل غلاف غزة في أربعة مواقع حاليا كذلك يفيدنا بأن المدفعية الإسرائيلية تستهدف مناطق حدودية قرب قطاع غزة سيكون معنا إن شاء الله بعد لحظات ضياء ينبئنا بالتفاصيل إنما لم يتوقف بشكل عام نفين القصف الإسرائيلي منذ ظهر أمس لم يتوقف هجمات إسرائيل صحيح؟ صحيح نعم لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظات الهجمات عبر البر والبحر والجو هناك استمرار للقصف المدفعي في المناطق الحدودية تحديدا في منطقة بيت حانون شمال القطاع وهنا غرب المدينة نسمع بشكل واضح الصوات القذائف الصاروخية التي تطلقها المدفعية الإسرائيلية نحو المناطق الحدودية إضافة إلى ذلك كان هناك أيضا إطلاق لقذائف شرق مدينة غزة إلى جانب المناطق الشمالية إذن المدفعية الإسرائيلية من محورين شرق المدينة وأيضا شرق شمال بيت حانون حتى هذه اللحظة يتم اتمرار القذائف دعينا نجين الآن نتحول إلى ضياء حوشية من غلاف غزة ينبئون عن التفاصيل إليك ضياء تسمعني ضياء حوشية طيب مرسلنا ضياء حوشية موجود الآن في غلاف غزة هو أفادنا قبل قليل بأن الاشتباكات ما زالت مستمرة في أربعة مواقع مختلفة داخل هذه المستوطنات كذلك أفادنا بأن مدفعية الاحتلال تستهدف أماكن على الحدود مع غزة الآن تسمعوني ضياء طيب هذه الصور حتى يستعد مرسلنا ضياء حوشية هذه الصور هي من قطاع غزة نتابع تجدد القصف الإسرائيلي عليه التغطية مستمرة على شاشة الغد لطفان الأقصى أو لحرب الأقصى لأن إسرائيل أعلنت أنها حرب بقرار حكومي صباح اليوم هذه الحرب بدأت قبل أربع وثلاثين ساعة وما زالت تشكيلات المقاومة الفلسطينية تتمركز إن لم تكن تسيطر على نقاط ما في مستوطنات بغلاف غزة هذه التشكيلات من المقاومة الفلسطينية نجحت بالفعل في عبور واختراق واجتياز الحاجز الأمني الإسرائيلي صباح السابع من أكتوبر صباح يوم أمس ومنذ الأمس ونحن نتابع حقيقة صورا لم نرها منذ حرب ثلاثة وسبعين منذ الأمس ونحن نتابع صورا لم نرها قبل خمسين عاما منذ الأمس ونحن نتابع صورا لأسرى إسرائيليين لدبابات إسرائيلية مدمرة لاستسلام دباط وجنود من إسرائيل بكل المقيس وبرصد فقط دون تحليل نحن أمام تطور جلل نحن أمام تطور ربما هو الأهم هو الأعنف هو الأكثر تنظيما على المستوى العسكري منذ حرب ثلاثة وسبعين نيفين أعود إليك الآن الأنباء تقول أربعة شهداء فلسطينيين في هذا القصف الأخير محمد هناك أربعة شهداء تم انتشالهم من السوق المركزي الذي تم استهدافه في بيت حانون بعدد كبير من صواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية وهناك أيضا عدد من الإصابات جميعهم تم نقلهم إلى المشفى الأندونيسي في بيت حانون وآخر إحصائية كانت قد نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية تقول أن عدد الشهداء وصل إلى ثلاثمائة وسبعين شهيدا وأكثر من ألفي إصابة وهذا عدد كبير جدا يعني خلال 24 ساعة من التصعيد وصل عدد الشهداء إلى ثلاثمائة وسبعين شهيدا هذا يدلل على قوة العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة نسمع الآن لا كنت أدر أن كنت تسمعون معي الزوارق البحرية الإسرائيلية هذا صدى مدفعي صحية؟ لا هذا الصوت الذي نسمعه هو صوت الزوارق البحرية الإسرائيلية تطلق قذائفها في وسط بحر غزة بالتزامن مع محاولة أفراد الدفاع المدني لإطفاء الحريق الذي اشتعل في سفينة صيد تعرضت قبل قليل للقصف الإسرائيلي ربما يحاول الجيش دفع هؤلاء لمغادرة ميناء غزة لذلك يتم إطلاق القذائف في محاولة لإخافة ربما أصحاب السفينة وأفراد الدفاع المدني الذين يحاولون إطفاء الحريق لمنع امتداده إلى سفن أخرى داخل البحر مجددا الزوارق البحرية تطلق القذائف وسط بحر قطاع غزة نعم وإذن المدفعية الإسرائيلية على الحدود الشرقية الزوارق البحرية الإسرائيلية على الحدود الغربية الطيران في سماء قطاع غزة كل هذا يشارك في الضربات على الأهداف في قطاع غزة نعم نفين طيب الآن كذلك نرى الآن لبما هل ذلك الجديد تفضلين نفين قبل قليل خرجت رشقة صاروخية من جنوب قطاع غزة بالتزامن مع هذه الدربات نعم هناك حديث أيضا عن إصابات في قصف منزل في مخيم النصيرات وسط مدينة غزة والجيش الإسرائيلي يعود لسياسة قصف المنازل إذن سفرات الإنذار تدوي في صوفة بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب قطاع غزة طيب ابقي معنا نفين إذن هناك قصف متبادل بين الفصائل والاحتلال نعم ابقي معنا نفين ترجمة نانسي قنقر